انضموا إلينا من لندن مراسل الغد محمد الفنيش محمد على ما يتم تداوله الآن هو تسليط الضوء من قبل الإعلام البريطاني على بوريس جونسون لماذا؟ نعم بوريس جونسون وصل في هذه الأثناء إلى العاصمة لندن بعد عودته من إجازته في منطقة الكريبي رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون والذي استقال بسبب فضيحة خرقه لقوانين الإغلاق العامة التي سنت حكومته إبان فترة جائحة كورونا هي التي كانت سببا لكن الطريقة التي دبرت بها خليفة ليسترس الحكومة والاقتصاد والانهيار الاقتصادي جعل أن خطأ بوريس جونسون بات أمرا عاديا أمام المعضلة الاقتصادية وأمام أخطاء ليسترس بل ارتفعت شعبية بوريس جونسون الآن لكن الخيار ليس للشارع البريطاني الخيار لحزب المحافظين لـ 357 نائبا هم من سيحددون رئيس الوزراء المقبل الذي سيتم الإعلان عنه يوم الجمعة المقبل بوريس جونسون، ريشي سوناك، بني موردنت ثلاثة أسماء وازنة في حزب المحافظين تختلف خبرتها السياسية يختلف حاجة الدولة البريطانية لبروفايل أو لشخصية هؤلاء بمعنى ريشي سوناك، وزير خزانة اقتصادي يمكن القول أنه ناجح لكن هل سينجح كزعيم لحزب المحافظين؟ هل سينجح كرئيس للوزراء؟ بوريس جونسون نجح في جزء من مهمته في ثلاث سنوات الماضية عندما كان رئيس للوزراء لكنه قام بخرق القانون وبالتالي دفع ذلك معارضه للضغط عليه للاستقالة بني موردنت وزيرة الدفاع السابقة لمدة محدودة جداً في عهد تيريزا ماي لديها احتكاك، لديها حضور في حزب المحافظين منذ ديفيد كامران إلى اليوم إذا ما تحدثنا عن الأراء وما يراه المراقبون حول الأسماء الثلاثة التي ذكرتها محمد لعل الكفة ترجح لريشي سوناك وذلك لما يحمله من خبرات اقتصادية تحتاجها بريطانيا في هذه الفترة منها المبكر جداً قراءة النتيجة الانتخابية لماذا؟ لأنه صحيح أن ريشي سوناك أعلن مؤيدوه أنه إلى حدد الساعة يدعمه 102 من نواب حزب المحافظين بوريش جونسون 41 إلى 42 حالياً من حزب المحافظين بيني موردنت 21 عندما نجمع هذه الأرقام الثلاثة تعطينا 169 برلمانياً دعموا هؤلاء الثلاثة بقي لنا من 357 برلمانياً بقي 188 سيحددون الباقي هذه 188 نحن أصبحنا الآن كأننا أمام لعبة الورق بمعنى من يكشف الأوراق سيكشفها في اللحظات الأخيرة قد يكون لبيني موردنت أو لبوريش جونسون أكثر من 200 وسيكشفها يوم الاثنين وبالتالي العملية ليست عملية عدد من يدعمون لحدود اللحظة هي عدد من سيصوتون صحيح أنه فقط للدخول إلى الغمار تحتاج إلى 100 دخلت إلى الغمار السباق لكن للفوز تحتاج إلى أغلبية مريحة من مثلا إذا ما حصل أحد النواب في الدور الأول على 300 صوت يكون قد حسم الانتخابات تلقائيا على اعتبار أنه حصل على أكثر من 8% وبالتالي العملية هي عملية حسابية دقيقة جدا هو على كم سيحصل عدد من المرشحين ليس فقط للتزكية للدخول إلى الغمار هذا أمر آخر لكن للفوز والدخول إلى مراحل الغمار قد يختلف الأمر مع بداية التصويت ومن يحجز على أو يحصل على أكثر من التلتين تلقائيا سيصبح رئيس الوزراء لكن الفترة صعبة جدا فترة اقتصادية تحتاج إلى خبرة ريشي سوناك وفترة سياسية تحتاج إلى خبرة بوريش جونسون وكذلك فترة الحكمة تحتاج إلى بيني موردنت وبين هؤلاء الثلاثة تقف المملكة المتحدة اليوم عاجزة عن استمرار رؤساء الوزراء الذين تكرروا ستة خلال خمسة نوات الماضية محمد الفنيش مراسل الغد كنت معنا من لندن شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر